استئصال المرارة بالمنظار عملية تجرى لأول مرة في مستشفى عشعاش بولاية مستغانم والمريضة سيدة في عقدها الثالثة نحن الآن نتوجد في قاعة الإنعاش نحن بجانب الأول مريضة التي تم استئصال المرارة عندها ستجمالات كيها سيبي إنكوليسيستيكتومي بارواسيليوسكوبيك وإنكوليسيستيتيتيتيازيك استئصال المرارة كنت نعاني من هذا المرض أن يكون خطرة ومن نفوت حتاجة واحد طبيب بلد بوغالم اكتشف لي هذه الحجرة في المرارة قال لي عندك حجرة في المرارة منطهري اعطاني بريا قال لي طلعي سيديع لي دي يفوتوا عليك ويدلوا لك التعيارات وديري عملية العملية قام بها الجراح بن صافي بمعية فريقه الطبي من المؤسسة الاستشفائية عين تدلس وتندرج في إطار عملية توأمة بين المؤسسات الاستشفائية القديمة والنشئة العملية ورغم نجاحها في مستشفى عشعاشة إلا أن أمال سكان المنطقة لا تزال معلقة على تحرك مديري الصحة وفتح تخاصصات ومصالح أخرى بالمؤسسة الاستشفائية على غرار طب الأطفال والطب الداخلي مصلحة للطفل والأمومة وأخرى لتصفية الكلاه